موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الاتحاد الاماراتية التي عنونت الزام سجين التغريد بنص حكمه 30 مرة من زنزانته ينبغي لسجين اسباني ان يغرد لمدة 30 يوم بنص حكمه بتهمة التشهير من زنزانته بناء على طلب من الضحية فقد ادين الرجل وهو رئيس جمعية سابقة لحقوق المستهلكين بتهمة التشهير بعد ان شتم متحدثا باسم جمعية اخرى تعنى بحقوق المستهلكين واتهمه بعدة جناح على تويتر وفي مجلة جمعيته اما صحيفة الحياة فقد عنونت سرير للاطفال يحاكي تجربة ركوب السيارة صممت شركة فورد المختصة بتصنيع السيارات نموذجا اوليا لمهد للاطفال يعمل على توفير تجربة ركوب السيارة يحوي المهد على سماعات تصدر هدير المحركات وقاعدة المهد تتحرك ببطء يمينا ويسارا لتقلد حركة السيارة خلال القيادة اما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت قتل وحيد قرن نادر في نيبال قتل صيادون غير شرعيون حيوان وحيد قرن نادر في احد المتنزهات في البلاد ولادوا بالفرار بقرنه وذيله وتركوا الحيوان في بحيرة من الدماء ويقول كبير الحراس في المتنزه ان الصيادين ربما استخدموا كاتم صوت حتى لا يسمع القرويون الذين يعيشون بالقرب من موقع القتل صوت الطلقات النارية